صباح الخير جناعة أعباركم اين؟ الحقيقة أريد أن أرحب بكل المدينة الذين اشتركوا معنا في هذا الفيديو في الحقيقة نحن نقوم بعمل مرحلة وصعبة لأننا لدينا هذه المدينة وإمكاننا هذه المدينة ستكون مرحلة إن شاء الله بإذن الله نريد زوم هذه المدينة بسهولة أين؟ أريد أن نقوم بإذن الله يحصل إلى التداريخ الأماكن ونحن نتحدث عن قصة المدينة ونحن نتحدث عن نتحدث المدينة وهذا السلام والإذن الله يتحدث من أخرى بشكل المدينة نحن نشأ الله في هذا النحو نتحدث عن نارية المغنية ونحن نتحدث عن عزيزة الآن عميزة الم cerحانه تعالي ًا ثم نتحدث عن ماهيذي المصارب الكامل هناك Forgotten art of history taking لأن.. أحنا.. بحاجة استعمال وحاجة استعمال بحاجة استعمال بحاجة إلى العربة على الحاجة المجال كيف يبدأ أسأله أسئلة ممتعات بعض الأسئلة وعض الأسئلة بعض الأسئلة وعض الأسئلة وعض الأسئلة التشخيص. طيب. هي مرحلة لا يمكن الاستغناء عنها. بمعنى ان انا مقدرش على طول to jump to examination. مقدرش انها to jump to investigations and so on. لكن عايز افكركم in the aim of the block of the formulated history taking and the clinical examination. هدفهم هما الاتنين على بعض ايه? مش هدفهم ان انا اوصل لتشخيص. ولكن هدفهم ان انا اوصل to differential diagnosis. طيب. ايه اللي حصل دلوقتي دي? ايه? دي هي القاعدة العريضة اللي احنا نبتدي نتكلم عليه. وعلى فكرة مش لازم ان انا اخد من العيان فقط. لأ في عندي حاجة اسمها يعني ممكن اخد من او من الويتنسز بتوى اللي حصل. طب. يعني حدا هيقول لي ليه ما اخدش history in the patient نفسه? لان sometimes the patient is not able to tell the history because of clouding of consciousness. ومن اشهر الحاجة اللي عندنا في النيورولوجي لو لعنده فقط الوعي. يعني عنده عنده disturbed consciousness. حصل له. في الحالة دي هو مش قادر يقول لي what did he complain about? لكن اللي هيقدر يقول لي the piece of information من الناس اللي هما حضروا او witnesses بتوصي جردون. اوكي? اه يبقى واحد حصل له سن كبير. ده مش قادر يقول لي history tell. واحد حصل له يعني any 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 stability of conscious level مش هيبقى قادر انه هو في نفس الوقت هي من الحاجات للأسف اللي بقت اندريتوليزت المدسن حد يقدر يقولي ايه تفسير ده؟ هقول لكم لان دلوقتي بقى فيه وانا عايز اقول لكم ليه ده ممكن يكون غلط؟ اول حاجة بمواقف هيبقى فيها يعني احنا عادين في مكان والمكان ده مفهوش الريسورس ان انا اقدر اعمل فيه مثلا سيتي سكان للعيان ادرامي امور ايك للعيان اقدر اعمل له صوفيستيكات تيومال ماركنز وغض نظرا تيومال ماركنز دي يعني واحدة من في تاريخ كله. وده هيبقى نتكلم عنيه بس خلينا تستاي في النيورولوجي. احنا لازم اه ان احنا على طول ان احنا على طول العيان يعني انا اتكلم مع العيان تفرق جدا ان انا اخذت من 10 بيشن غير ما انا اخذت من 100 بيشن غير ما انا اخذت من 1000 بيشن ما انا اخذت ان احنا ان احنا ان اسان الآخر Woods ان احنا ان احنا اتكلم الى او المقه ان احنا ان انا اهنا Thank You فعشان كده احنا here comes the importance of the history technique this is a forgotten article احنا نتفهم ان history technique is an art and unfortunately this art is underutilized لسبب او الاخر وبالتالي احنا عايزين ان احنا to revive. نتلم على حاجة اسمها the revival يعني اعادة احياء the history technique لان هو للاسف دلوقتي clinical assessment methods زي ما انا هشرح لكم ان فيه تلات انواع clinical assessment methods بتقوم عليها clinical assessment بتاع العينين in general في الامتحانات يعني انا دلوقتي او الطالب بتاع الباكاليوس وانتوا ان شاء الله are going to encounter ثلاث انواع من clinical examination زي ما معظمكم عارف ان فيه حاجة اسمها the long case وفيه حاجة اسمها the short case يمكن اللي بيعرفوش عنه معلومات كتير قوي هو the OSCE objective structure clinical examination مهم اول ان انا بيعرف يا جماعة my objective في السنة دي my objective يعني انا ليه بدرس المدسن ليه بدرسها مصر ففيه short term objectives وفيه long term objectives انا دايما بقولي التلام ده ان الاتنين لا يتعرضوا مع بعض اطلاقا ان to have short term objectives متوافقة مع long term objectives اللي هي المعنى ايه؟ ان انا to have short term objective ان انا اعدي to pass the exam وانا to pass in good with good marks ده في حد زيته هدف بيخليني افكر بطريقة معينة بطريقة معينة on the other hand مش مفروض ان انا in the future ان انا to be a good doctor and to be a good doctor اللي هي requirements هنتكلم عليها شوية في five top attributes or five top characters to be good clinician وانا احبب ان انتو كلكم يعني ما شاء الله تبقوا the future great clinicians وبالتالي احنا احنا دلوقتي على short term objective short term objective short term objective بتاعنا ان احنا to be good ان احنا to pass the exam and run استبدأ هنعملها ازاي؟ لازم يبقى عارفين الامتحان هيتعامل assessment في الامتحان ازاي؟ الامتحان هيتعامل عن طريق either one of three methods واحد اول حاجة فيهم اللي هو long term long cases والlong cases دي بتبقى يعني ان انا باعد مع العيان good 45 minutes 45 دقيقة وبالتالي في الخمسة واربعين دقيقة مطلوب مني ان انا اخد من العيان اعمل له وحنا انا بااكد ان انا انا مطلوب مني ان انا رجاء هنا دي الغلطة الرقم واحد او الغلطة المهمة جدا اللي انا ممكن اعملها في الهيستوري انا العيان ان انا اعمل زي العين. اوكي. اه وغير كده ان انا كان مفروض ان انا بعد كده هبتدي ان انا توبوت it all together. واحط مع الهيستوري مع الانفتيجيشنز. كل الحاجة دي بحطه اوه واضح اطلع في الاخر بساوند الانفتيجيشنز. يبقى ازا هنا الحاجة اللي انا انا مش لازم في اي مرحلة من المراحل تقوم بساوند. راضي دان ان انا بوسع الدنيا عندي وبقول ان الاحسن ان يبقى فيه بعد كده ممكن ان انا احطر واحد او 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 منهم. على حسب بعد الانفتيجيشنز. ازا ان ممكن استعمل كلمة the most likely diagnosis. طيب. ده يبقى ده اول حاجة. احنا اهم يعني هو يبقى هنا دوره موجود فين? موجود فيه. طيب. زي ما كلنا دخلنا في المتحانات. وانتو كلكم عارفين ان معناها ان انا بدخل على العيان. والعيان ده بيبقى الفة. حوالي. maybe ten minutes less or more than ten minutes. وإنه نحن هنا بنهتم بالتكنيج. عند مدينة بالتكنيج. يبقى لما نيجا نتكلم على الكلينية بالبحان لها هنقول أنه في حاجتين مهمين بالنسبة لنا. وعلى أفاقنا أيضا بنجيج مقيمة الطالب هو في حاجة المهمين. سوف أخبركم على الأخطاء الشائعة جدا في الخاصة الذين تحصل على أخطاء الشائعة في الخاصة الذين تحصل هو بدون تحصل بإعادة المشاكل وطول ما نمشه ان شاء الله في الانسان سوف أخبركم إيه الأخطاء الشائعة التي تحصل والحاجة الثانية هي إبقى ما يعتبر Erde كما فيما أنا أقوم بإعمال تكنيج كتابة وإن أنا أقوم بإعمالفج كتابة الحقيقة إذا كنت أقوم بإعادة الأخطاء هدف جيدا نسوء يبقى لو انا اا لو ان انا مقدرتش اعمل جوت كلينيكال تكنيك مش هقدر اطلع بالتالي انا مطلوب مني انا اتكلم عن العيان يعني اقول له ارفع ايدك اليمين ارفع ايدك الشمالي ان انا بقول له ايه انا فلان انا دكتور فلان فلاني ممكن ان انا كان اجزامنيو فهو هيديني الكونسانتي يقول له ايه ايه او في ضعب الاخوار هيقول لأ انا مش عايز انيه ان العيانين اللي بيرفضوا الاجزامنش رو عينيين يكون هايد نعم قول عليه الاجزامنش في emit تكلمني في التعامل من الحكومة ويقوم بإمكانية التعامل من الوصول الفيديو وفق هذه هي مثل مختلفة وهذه هي نقطة ونحن نتفق أن في نقطة أنها لا أعلم أنني أخذ حتري ولكن لو حاولت أن أخذ حتري من العيان هذه هي نقطة الغريف من غير حلقة ما عن نصصر السرقية؟ ما بينهم هما الانين. انا بدخل على العيان لمدة اربعتاشر دقيقة. في خلال الاربعتاشر دقيقة دول ام سبريز اجين. اوكي? اه بس مطلوبة اني حدقت اكتر شوية من الشورت ايزامل. شو بمعنى ان مطلوبة اني اتكلم مع العيان هو يديني كالسيناريو. يقول لي ديس مسلا ده انا عندي سيناريو. وفي الكلانيكال سيناريو ده. اه بيقون اكتوب وراء العيان. بيزدع الكلانيكال سيناريو ببتدي ان انا اعمل ايه? ببتدي ان انا اخذ منه واعمل بعد كده عشان في الاخر اوصل لي. عشان في الاخر اوصل لي. عشان في الاخر ان انا احدد قوي الانيستيجيشن ازي انا محتاج اعملها. وبالتالي اوصل في الاخر ان انا اا اعمل اا ام يعني اوسموه يعني ان انا اقدر احكم المنطق based on the knowledge and applying knowledge to the patient. دي من الحاجات مهمة ايه. انا ممكن امعارف حاجات كتيرة جدا. هو لكن انا مش قادر to apply this knowledge to the patient. مش قادر ان انا افيد العيان من نفس المقدار اللي انا عارف المعلومات فيه. طيب قويس جدا. فالاوسكي دي حاجة. ناخد تراطيف من history. تراطيف من examination بمعنى. قدركم المثال. يعني this is a patient complaint of weakness. مش بعض بقى اسأله على. مش بعض اسأله على. لكن لازم اسأله طبعا على. يعني. لازم اسأله على. بسرعة على السيستمز الثانية. لكن خلوا بالكم داينامي في ارتباط وسيط جدا. ما بين. يعني. لما اقول ان احنا لما ليجي نعمل. انا انتهى قبل كده. ي Says This is one of the golden caps. لانا معافة lurological examination is never complete without doing a cardiological examination. تمام? وده لي. لانه هو ممكن يكون سبب lurology. يكون هو lytiolology بتاعه جاي من الكارديل دزيز. مثل. تخيلوا بقى من الهيستري اللي احنا ظلمين ده. اوكي. واللي احنا يعني لما بشوف للأسف طرف. يعني مش عايزين ناخد الشيط. يا جماعة قوم يا فلان فلان ياخد الشيط. لأ مش عايزين ناخد الشيط. and so only. this attitude اذا ما انا عايزكم ان انتم تقوم بسبب ان في حاجة بتقول يعني احنا كل ما بنقوم اكتر. كل ما يعني ده بيخلينا بيسقلنا. بيخلينا قادرين على ان احنا بعد كده. اهمية الهيستري تخيلوا ان هو في خمسة وستين لو ان لا فيه فيه استادة عملية ان دراسة عملية. لو ان ستة وخمسين برسنت. to as many as eighty eight percent. of cases. ممكن الهيستري ينديكيت the correct. وطبعا لكم ان تتخيلوا ان بالعكس. يعني بالمنطق ومش هنا بمنطق عكسي. ان نجلكتنج. ان نجلكتنج تاكينج can lead to a bias. وكان lead us astray. يعني ممكن ان هو ان احنا نبعد عم التشخيط سوى ان احنا ناخدناش الهيستري الفعش. ان عيان جاي مسلا الطوارق. الله هقوله انت هتخش تعمل على كل ستين. من غير. من غير ما ااخد مننا الهيستري. وان انا هتدي اعمل له. ليه? لان ممكن الويكنس دع. ليكون hysterical. hysterical weakness. وانا اكون عرّبته مثلا لان هو ياخد CT. ان هو يعمل CT. او ان هي تعمل CT. which is not going to add to the diagnosis. if I am on a very solid clinical ground. ادرت ان اقول او exclude او roll out of the structural abnormality of the brain of central nervous system as a whole. طيب. اه التاني عشان انا بحب السلايز دي يعني انت اعتبر an opening concept slides. انا بحط السلايز دي يعني السلايز دي يعني يعني السلايز دي يعني these are landmark studies. في حاجة لما ببص عليهم. تخيلوا هنا value on good history table. تشوفوا الدي ايه. history taking is important. طيب. تخيلوا الانفتيجيشنز. مراكز الاشعة الفاذيعة. mri. 7 test test mri. open mri. bit scan. الانفتيجيشنز اللي بتتعامل اه في النيرولوجي. وهيزر التطاحن. this is this too much competition مدين مراكز الاشعة. اه? 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 لو جينا نشوف. اللي هو NEUROLOGICAL the second job. اه? اه. رفيريال دي اجنوزيز كان NEUROLOGICAL. NEUROLOGICAL سبب رفيريال. هيزر يقدر في تلاتة وستين في المية من الحالات. قليل دي اجنوزي بلو. مقارد تو اتناشر في المية. كليل اجزامنشن. مقارد تو ادقائب ام. مقارد تو ادقائب ام. مقارد تو الـ 0.3% قليلاً قوي الـ 14% يعني يا جماعة الـ هو اللي يكسب برضي الـ هو الـ 67% بس الـ الـ كل ما احنا بنمشي في حاجات الـ لكن لو هتكلم على الكارديولوجي أو الكارديو فاسكولر نيرولوجيكاً دول الفاليو تاعت الكلينكال إجزامنشن فيهم is great. الكلينكال إجزامنشن is great. والتاني احنا هنبقى محتاجين ان احنا محتاجين ان احنا to do proper history this is going to make difference definitely إذا قدرنا ان احنا ناخد Behavior history ده يفرق جداً عن ان احنا أه ازاي? ان النيورولوجي ده يا جماعة ايجزامينيشن. انا انا لما بعمل رفلكسي لدعيان. انا بشوف ان هو هايبر رفلكسيو. واللي بيراجع وراي او هاتفق معي ان دي هايبر رفلكسيو. مش ممكن تكون هايبر رفلكسيو. وانا بقى شايفها هايبر رفلكسيو والعكس. هايبر رفلكسيو نفس القصير. هم بسيقل له باتنيها بحس ان انا باتني خشرة. مش بتكوني بسهولة. بسيقل هايبر رفلكسيو. اوكي? اه لكن في الكارديو راسكولر لا. الكارديو راسكولر مين ما دائما ان شاء الله بازن الله. لو اه يعني اه يعني اه يعني ان احنا اه مين ان شاء الله اللي هيبتدي معكم مخيوط الكارديولوجي. بس هنعرف في الكارديولوجي ان احنا مثلا اسكالتيشن في الكارديولوجي دي متطالبات الناس بقى واني there is a very يعني there is so much of variance بتعتمد على الكلينات الاسبرينيس. اللي سمع مية حالة غير لي سمع مية وخمسون حالة. الميرمر بتاع الورتوكيب نرجيس. ميرمر. ما ربطل بتاعه تسمحنوش ان انا اسمعوا الكارديولوجي نشط لشالي وادي. مرضى الميش بهم جدا. ولان الاسمر بقى انها علم تحب اهلها. لان في بصوم الاروث تسمحن الاروث هي أنتم تعرفوا إلى حد ما أهمية الهيستراتيكي متحمسين أنه عندما نرى شخص أن نحن لن يمكن إستراتي منه كم ممكن عشان ده اللي هينههد لنا الارضيه بعد كده واللي بعد كده هينههد لنا ان احنا نعمل certain investigations عشان نوصل لتشفز طبعا فهنا ده اسمه ده الحاجة اللي انا دايما بقى متحيل او براسلها في المير يعني انه مفيش مش موجوده اي حكة لكن هي ده الواقع دايما انا انا باخد history من العيان وانتو بتاخدوا history من العيان بتعملوا كلية examination عيان خليكم شايفين الهرم المقلود ده قدامه ازاي ان انا باول ما قابل العيان مفكر في حاجات سيرة جدا كل ما اتكلم معي كل ما اتكلم معي كل ما انا عملت ناروينج لـ خلاص يبقى بدايق وكل ما عملت examination وكل ما انا قدرت ان باقي الـ اكتر وكل ما ابتديت قعم الـ كل ما انا بوصل للـ او بتاع الـ اوكي يعني انا لو لو الهيستوري بس طبعا دا بروفايدا. عشان يبقى الهيستوري لمرحولة لمرحولة لس وايد بيز. ده لازم يبقى وبعد كده اخد اعمل اوكي? واعمل لازم الخطوات دي تبقى مشية ان انا ابقى عارف اعرف انا بعمل ايه? مش بقى اعمل او باتخبط في الهيستوري كمان? اه طيب ده شيء قويس جديد. خلينا ده ما فاكرين ده اه واحد من الاملنت يعني يعني نفعل مارتل يقول ده بيتفق مع الكلام اللي احنا قولناه قبل كده ان اه ان احنا عايزين نوظف الهيستوري نوظف بحيس ان احنا نقدر بعد كده نستعمل اه هذا نستعمل هذا الهيستوري ونستعمل الهيستوري ده ان احنا نوصل احنا عشان نبقى جود كلينيشنز انا بس ساعد اذا افكركم بذل اسلمي كلينيشنز اه ال5 اتريبيوتس دول اللي هما اين اللي هما يعني ايه هي ايه هي ايه هي الكوليتاف ايه هي الجائر ازي ساعد ايه ان اتسم بها كليني او اه مفروض او اكيد ان انا اعلم نفسي to develop myself مغلبي سمو continuous professional development يعني انا كل وقت او continuous medical education cme او cbd continuous professional development اللي هتشوفو بعد كده في المؤتمرات انا سأئلك المؤتمر ده 5 cbd 6 cbd and so on اذا انا self learning with very important self motivation انا دائما بحفظ نفسي انا لازم انا احسن ادور على اقرى على السندروم الفلاني لازم اقرى على البيبر الفلانية لازم ان انا اطور نفسي بطريقة ما او اخرى اوكي and exchange in attendance to give more than expected بمعنى to go above and beyond يعني ايه؟ يعني انا بيقلوم مني تاسك معينة it's very good ان انا عشان اوصل ان انا بقى اكسبرت ان انا to go further beyond this test to exchange and abundance بمعنى ان انا مثلا لما اكون بعمل examination ابقى لو انا الوقت بيسمح معي شفت حالة وبعد ما شفت الحالة دي انا نسى الامتهى لزميلي مفيش منع عدد ان انا بعد اتبقى اتابع الحالة دي واعرف ايه ان انا اكتب الشيط عن العيان ولازم ان انا اكتب الشيط ده بطريقة impressive بطلوب مني ان انا ادور على او مثلا ان انا ادور على طوبيق معين فبدور على الطوبيق ده كويس مش ان انا بحاول ان انا نزق كلمتين وخلاص او بحاول ان انا ايه؟ ان انا بيبنقى يا جماعة الدكتور اللي عنده اتتوتود اللي هو عايزه لانه ينطلق بعد ايه وخلاص او اللي هو بيبقى فعلا يعني 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 ان انا بقدر ان انا نبتعطي بحكر لها او او يبقى ده اسمه مهم جدا لان انا ممكن اقعد مع العين ثلاث ساعات وممكن اقعد مع العين او على حسب على حسب او 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 انت او 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 يبقى انا ممكن نعود مع العين او ممكن نعود مع العين فترة طويلة على حسب الوبجيكتيف بتاعي انا عايز ايني العين يعني زي ما اتفقنا لو انا بشوف العين في فانا مهم اول تايم لانجميز انا هنتكلم على كونسف مثلا اسمه يعني العين بيقى احصل لوقت معين الاول ما يحصلوا بالتايم حد ما يوصل من الكاثلاب او نفس القصة العين اللي عنده في حاجة اسمها فالويندو تايم فور ثرامبوليس ده معناها ان اي ان انا لازم اوصل العين ان هو ياخد ثرامبوليتك ثيرابي ده ان انا اعمل ده وبالتالي اعمل ليس ده عيني عيني امي عيني عيني امي عيني او مع ان انا او تتشينج او 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 عنك عندي او مش لازم انها متمسك برأيي ورأيي دايما صح ومش عارف ايضا او هذا وهو افتشاه ان تهم بعدها. وهربطيق يا جماعة ندخل مور نتكلم مورس بسافت لي عن النيورولجين. اوكي. في حاجات مهمة جدا في النيورولجين قبل ما انا قبل ما يعني نتكلم او حاجة انا بقول لعيان داخل ما يفعلين. نين? ايج سيكس اوكيبيشن. وفي حاجة بنزوطها اسمها هانديدس. طيب يعني ايه الكلام ده? and what is the value of this? what is the value? متاع الكلام ده. الاش بتاعنا ايج افرق معي ايج افرق معي طبعا. ان احنا اكيد كلنا عارفين ان السن الكبير ماشي مع اكتر الكارديو الداخل. بطيبير هكي evet. اه يعني السيربير كبير او اد نسماها تتعمل اسم التاني السيربير كبير اكزيدنس. السيربير كبيرất او Arm Är � wrong aux ey z fit blue as a زي المياه وفي مصابي الدوشان او الدكار لانسام الزهير قوي اوكي وفي امراض بتيجي للاطفال بس وتيجي للانفنسكاس ومقدرش ان اقول ان هيجة بتيجي في السن الكبير يعني مثلا الابلابسي بتبتدي غالبا في عنوان الابلابسي بتيجي طبعا باست يعني باست ممكن يجي عنوان الابلابسي لكن مهم اوي يا جماعة ان انا بشوف سن العيان وبعدين لما بشوف سن العيان ببتدي ان انا يعني احدد ان انا بتكلم بعد كده بالنسبة لل 6 تفتكروا ليه مهم اتكلم على الان وفيه امثالة كتيرة جدا يعني ان الناس ان في بعض الامراض بتيجي اكتر وبعض الامراض بتيجي اكتر وده الحقيقة دايما بيبقى ليه تفسير من اثنين يا اما ان المرض ده بيحمل على الجينز اكس واعظن اشهر مرض انتوا عارفينه اكس بيبقى هو وهو الهموفيليا اوكي والجين لان الجين انتوا فيها ينضغ على الامراض وعشان يظهر المرض لازم تبقى اكس او يعني تبقى تيرنر اوكي لكن هي تنقل المرض لولادها اوكي يعني تنقل المرض للمرض وفي مرض سيبضل كريبس فهو الامراض وبعض الامراض في النيورالجك وانتوا في الامراض مثلا الامراض مثلا الامراض مثلا الامراض مثلا ممكن يبقى فيه تأثير للهورمونز مثلا عندهم تأثير على 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 ومن اشهر مثلا ان الكوريان كوريان بتيجي في الفميز اكتر ماشي فده نتيجة ان ان تقدر الفميز هورمونز او الميز هورمونز بيقاليهم بتاع الجين ممكن يكون مثلا الجين او الجين اللي هو الدول او الجين اللي فيه مشكلة مايظهرش في الفميز ويظهر في الفميز والتالي فهنا عندنا متحصل في الفميز والتالي كل ما اشوف اللي قدامي ممكن ان انا ممكن ان انا ممكن ان انا ممكن ان الكوريان بزيز اكتر الميز بحد سن المنبوز وبعد سن المنبوز بنشوف ان هما عشان ده بالنسبة ماهي عن الناس من المنبوز ماهي عن الناس المنبوز في حاجة اسمها المنبوز يعني من اشهر الحاجة من اشهر السمتوم الموجودة في النيورالجين ها الهدف واللي بيقى مرتبط دايما بالاسترس في حاجة اسمها ماهي بيقى في حاجة اسمها التنشن هدف واحد تقولي ان هار وزفته او شغلنته انه قاعد قدام الكمبيوتر او قاعد قدام يعني بيتطلب منتا الافورت عنيف جدا او بيحتاج ان هو يعمل من فده ممكن يعملو هدف في بعض الهدف بيتعرض ل ازاي وطبعا ممكن ممكن تحصل مع الوقت ممكن يحصل بعض الحاجات اللي بيتستعمل ممكن مع الوقت يحصل او قربي لدية طبعا الوصف عيون او قريبا طبعا الوصف قريبا قريبا الوصف او أهمية الكلام ده هو أننا لازم أننا بأكوشيس وانا بتكلمت على عشان لو عيان جالوا في حاجتين يلي هاتوا رقم واحد مجدد يجال أنه من المكان بتاع الشغل بتاعه ان هو حصل له هذا الحالة دي لازم اننا تجدج هل فعلا اي تجدج هذا الحالة او لا ده بسبب اي سبب اخر النقطة الاولى النقطة الثانية هي ان عندي حاجة اسمها ريهاباليتيشون انها اغير مكان شغل او اقول مشتغل ساعات اخف او اختار شغل تاني من السوء فده كلها اللي نتكلم على الاوكيابيشن وده من الحاجات المهمة جدا جدا عشان دي بتنعكس على مقترع از ارغول بتزود التواقه الانتاجية لو ان انا قبلت ان انا توفايد بود ميديكال سوريفيس لناس اللي مشتغل خلق ام في اي سكتر بذات الاندستري اي سكتر باستخدام الاندستريبوتشن وده عالقه بطر ترجمه الاندستريبوتشن في الويرولوجي وده بي اكتر اكتر يعني في بعض الريسيز بيبقى اكتر تمام واند سموكينج واحد من العنفة جدا الالكهول ده هيبقى برضو الناس اللي بيشربوا الالكهول بمعرضين ان يحصل لهم يبقوا معرضين ان يحصل لهم حاجة اسمها خلاص او حاجة اسمها ده بيبقى نتيجة نتيجة للالكهول واللي بيتصلح مع اللي بيتصلح مع عشان بعد كده يعتبر الالكهوليز واحد من الاسباب المهمة طيب في بقى نقطة تانية مش بناخدها دايما مش بناخدها لكن راضا احنا بس بنحاول احنا فقط في حالات الويرولوجي الى وهي ايه الى وهي هل العيان ده ولا العيان ده مفت همدز هتفرق معنا في ايه اللي معنى العيان if the patient is right handed ده ده معناها ان dominant hemisphere فعندنا فيه two hemispheres في البريد واحدة اسمها right hemisphere وهنا اسمها left hemisphere فلو العيان عنده dominance يعني عنده right handed يعني هو غالبا dominant hemisphere بتاعته موجودة فيه؟ dominant hemisphere بتاعته موجودة فيه؟ dominant hemisphere بتاعته موجودة هي left hemisphere وده مهم اول ان هو لما بيحصل افكشن لل dominant hemisphere بتنتج عنها افيزيا فهي ما احنا هنشوف ان شاء الله ان اعنواها ساديوباسكولي ستروك او اعنواها الهيميديجيو ليه حاجة اسمها localization فمعندي بتكلم على اه كورتيكل سب كورتيكل دي كلها ممكن يحصل عندها neurologيكا الانسا وبالتالي هيبقى اه ده بيتطلب مني ان انا اعمل localization ده هنتطلب عليه في نيرولوج واحد من اهم من الموضوعات في نيرولوجي ان انا اعرف where is the lesion okay okay handedness is very important ده يساعدني ان اعرف which is the dominant hemisphere الهيه left hemisphere الهيه right hemisphere and consequently من في ال 2 hemispheres دول affection of which of the hemispheres is going to severe the cognitive function and the higher cortical function زي in speech and so quads لو نقلنا بعد كده what are the common symptoms in the literature احنا برضه هنا الجماعة عايزين نعرف نقطة مهمة جدا انه انا بياخد history من العيان وانا بياخد history من العيان I should stay focused في حدي او في شعر من خيار بتحرك علي I should obtain this very careful balance between ان انا افتح للعيان المجان خالص ان هو يتكلم براحته جدا او ان انا في نفس الوقت يعني انا في نفس الوقت بمعنى ان انا مش عايز بيقول لي على قصص irrelevant للموضوع وطبعا في نفس الوقت انا مش عايز ان انا اسألوا كلها closed ended questions إداد مديني تقوم بإدعانة في الqualواجبات الدولية جميع مديني تقوم بإدعانة تقوم بإعداد نفسية ستقوم بإدعانة بإمكانك مديني ستدخل بإدعانة أيضا بعض أغلب الشرول إذن فعضا إذن مدينة وإنحاء التقاق إنه ستقلم إنه سترق إنه إجهل إنه إجهل إنه إجهل إجهل إنه يجهل يعني وانا وانا بمشي بعرف من حق اسمه سوشال استيجما في امراض الناس هيخافوا ان هما يقولوا انه عندهم this type of disease. for fear of social discrimination. بحد يدسكريمينياتهم. او يقول ان المرض ده مرض موضي. زي مثلا ما بيحصل 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 في الكورونا او كوفيد 19. انا سوعة. فايزا انا عندي استيجما. استيجما دي بتتغير ما تغير العصر. اوكي. اه في نفس الوقت يعني مثلا لو واحد بيشتعل بايلوت او طيار وبيعمل مش هيبقى وينك ان هو يقول الحاجات اللي هو اه بيشتكملها عشان not to lose his job. فايزا لو هو لو هو هيقدر يقول الكلام اه frankly او express his complaint frankly. والكلام ده مش هيقود عليه بالضرر اوكي. لكن هو لو حس ان هو متضرر. if he feels that is is going to be ام يعني ازا حس ان هو هيبقى متضرر من اه ان هو he expresses medical complaint he might refrain from telling the complaint. في اه حاجة ثالثة in the medical legal aspect. اوكي. ان هو مش عايز ان هو يقول الكلام بتاعته for whom هو to get fired from his job. او ان هو ممكن يتحرم in some social advantages. او some family advantages. زي ما سلم ان هو يعني he can't have good go on his assets and so on. لو هو مثلا عنده dementia or Alzheimer and so on. فاحنا عندنا a lot of barriers. ممكن تحولنا بيني وبيني وتقول. we have to break these barriers. to get over these barriers. عشان اوضف في الاخر ان انا اوصل للتشفيز المنوبة. يبقى that as regard. طيب. ايه هي common sentence. او اشتركوا العين ممكن يجيش تكي من disturbance of the conscious level. والdisturbance of the conscious level ده. اه ممكن ان هو يكون ياخد كذا شكل زي ما هنقفل السايد اللي بعد. ايه ممكن العين يبقى الكوماتوف. ممكن العين يبقى stuporous. اوكي. ممكن العين يبقى disoriented. طيب. في الحالة دي تفتكروا هاخد الهيستوري من مين? يبقى في الحالة دي هاخد الهيستوري من مين? يبقى actually لو العين ده عنده disturbance of the conscious level. في الحالة دي انا هاخد الهيستوري من الهيستوري العين. مش من هو directly. بعد كده انه ممكن العين العين يجي يشتكي من ايه تايين? العين يغالج. العين يغالج الحقيقة ممكن يجي يشتكي من والله يا دكتور انا مش قادر احرك ايد اليمين ورجل اليمين. طيب في الحالة دي لازم ان انا ابتدي مهم جدا يا جماعة ان انا ابتدي ااخد منه لغول ما Seg Хотя سيعمل يجي باوا يعني اللي جاله ويكنيس اوور ديز غير لعين اللي جاله ويكنيس صادن لي غير لعين اللي جاله ويكنيس اكيوتي واحنا قولنا قبل كده what is the difference between صادن مصد ويكيوتي اوصد ان الصادن اسرع من الصادن ده بياخد ايه؟ بياخد ساكنز اوكي؟ طيب اه الويكنيس ممكن ياخد كذا شكل ياخد كذا ديستريبيوشن يعني ممكن الاثنين مع بعض بدلت نسميه اوكي؟ او ممكن يكون اتداخل رجلين او او ممكن يكون ممكن يكون ايه؟ ينبريسم بزوم تداخل رجلين هو اتداخل رجلين هو اتداخل رجلين اوكي؟ دي كلها او ممكن تبقى الويكنيس ده اخد صورة هيميبليجيا يعني one arm and one leg والهيميبليجيا دي ممكن تيجي يصبح دائماً يبقى او انه يبقى جزء بس هو الأفضل. هنا او انه يبقى اقوى او اجري انه يبقى اقوى. هنا لازم نبقى عارفين هل الويتنس ده او الويتنس ده يعني ده محكاة الواقعة. ده الحالات اللي هاشوفها في الاستقبال لما نتخرج انشوق نص الاجهلاء عامين كثير جداً جاين لدسترابي في العينين في نيرولوجيكال احنا مش هدخلونا في الانتحان عام كوماتوز او عام سبب ان انا مش هيبقى ان هو ينزل الانتحان. وبالتالي لو انا بتكلم عال هي اه انا بتكلم على الحالات اللي بتنزل في الانتحان فانا لما بتكلم على الانتحان في امراض بتبتدي من الديستل وتروح بعد كده الانتحان او امراض تبطل الانتحان الانتحان طيب ممكن يبقى الانتحان اللي بقى كله من الانتحان لحد لفوق جزء معاين زي عند الانبالي بس ما بيقدرش يحس بي بعض Carroll يبقى فيه بدا نفس الانتحان او ários الانتحان الانتحان كمان وياه كمان بيبقى دائشان طيب طيب ممكن يحس بل احساس لنوع معاين مثل نوع المعين من الاخاسيس معاين او ايه ل مستخد繼睡 لده ال400 يتب moet وبالتالي على حسب هيحصل فين? لما نتكلم على على حسب هيحصل فين? ان انا اقدر اعرف فده دايما مهم يا جماعة ان انا بقى عارف هل المرض ده انا بيور موتور ولا بيور سنسوري زي ما هنقول في انجرازم اللي هنقوله بعد شوية وشواء الله فالمرض ده لو هو بيور موتور بيبقاليه مختلف عن لو هو بيور سنسوري افكش وده اللي احنا هنعرفه ليه التبقى طيب بالنسبة للسامتم اللي بعديه اللي هو الهيدك يعني مفيش حد فينا ماشتكاش من الهيدك طيب الفكرة كلها ان انا عايز اوظف الهيستوري بتاعي بحيث ان انا اقدر اعرف ممكن ان انا اعيد الانهيستوري او اعيدها مرة تانية لمجرد ان انا اخذت حسنا طيب اشرح لكم قصة لو عيان جاي بحاجة اسمها الثاندر كلاب هدك الثاندر كلاب ده زي الراعة الهيدك اللي زي الراعة اللي هو فلو العيان جاي بيشتكي من الهيدك ده في الحالة دي ممكن يبقى اشك ان عنده سب اوتنوين هامور وهو هايبرتديس فشويه او لو هو عنده اااااااااااااااااااااا او لو大丈夫 اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر 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 هل هو هل هو هل هو بحاجات معينة مثلا يعني فدي كلها حاجات لازم نحن نبقى عرفة فيه كمان ده معناها ده تعريفين حاجة دي حاجة والحاجة التانية انه هو اللي هو برقم واحد أو اللي بيطلع مسافة الابدئة وده 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 اللي بيميزه عن يبقى دي الكومن سيمتومس النيرولوجي بنكمل ونقول ان الكومن سيمتومس النيرولوجي كمان عندنا يعني العيان جاي عنده وعنده 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 وممكن يبقى عنده اي حاجة من الحاجات اللي هي بتاعت التانية اللي هي بقى فاكشن كمان زي بيشوف الحاجة اتنين والدبلوبيا دي بيشوفها أوكي في انهي اتجاه اكتر تمام آم فاع يعني هل بيحصل الدبلوبيا دي في كل الاتجاهات ولا الدبلوبيا دي بتحصل بس مساكين ما هو بيأكله بشر معناها معاناها ومإنفستيش واحد بيقول لي انا جيت تشني او هل بيقول لي او لازم اوصف السيجر هل كان معاها بيتم هل كان معاها دي كانت سيجر اللي هي نسميها سيجر واخر حاجة هي يعني ان العيان بيقع عنده حاجة اسمها امنيزيا والامنيزيا دي لها انواع لاما ان هو عنده مشكلة في الشرطة ودي اكتر حاجة او ان هو بيقع عنده مشكلة في الريموت ميموري بيقع عنده حاجة اسمها امنيزيا في فترة معينة مش فاكرها عنده ميموري لابس فيها قبلها وبعدها بيفتكر كوي زيدي يبقى دي على اي حال دي تاني 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 شكرا